أهلا بكل متابعينا في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 3 يونيو وبينتهي بيوم الجمعة 9 يونيو وحنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الأسبوع ده هيكون ايه على موليد برج الدلو موليد الدلو الأسبوع ده عندكم أربع تيام الحظ بيحالفكم خلالهم الأربع تيام دول هما يوم السبت والحد ويوم الأربع والخميس يوم السبت والحد الأمر هيكون عندكم في منزل الأصدقاء وده كمان منزل المشروعات وبالتالي الحظ بيحالفكم في يوم السبت والحد في الحياة الاجتماعية وكمان في الشغل بالنسبة للشغل حيكون عندكم فرصة أنكم تعملوا تنمية لشغلكم أو لأعمالكم أو لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة كمان من السهل أنكم تحصلوا على دعم من الزملاء في الشغل أو الرؤساء في الشغل في يوم السبت والحد يوم السبت والحد كمان هما يومين هيلين للخروج والانطلاق مع الأصحاب تقدروا أنكم تستمتعوا بوقتكم في اليومين دول وكمان يكون فيه تبادل فكري مفيد بيجمعكم بالأصحاب وكمان تلاقوا أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة أما يوم الأربع والخميس فعندكم الأمر موجود في برجكم في يوم الأربع والخميس وده بيديكم منتهى السحر والتقلق والجاذبية وبشوف أنه في يوم الأربع والخميس تعرفوا أنكم تفردوا إرادتكم وراغباتكم بمنتهى الزكاء عندكم ثقة بالنفس عندكم حضور رائع تعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر بس بما أنه قلنا أن فيه أربع تيام الحظ بيحلفكم خلالهم لكن ده معناها أنه فيه ثلاث تيام لازم تكونوا منتبهين يعني في الأيام دي خلال الأسبوع ده الأيام اللي لازم تكونوا منتبهين خلالها هيكونوا يوم الاثنين والثلاث ويوم الجمعة يوم الاثنين والثلاث الأمر بالنسبة لكم في منزل السحة السلبي ده بيخلي طاقتكم أقل فهتكونوا محتاجين في يوم الاثنين والثلاث أنكم تاخدوا وقت كافي من الراحة وتحاولوا أنكم تنظموا جهدكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة يعني بما أنه الطاقة قليلة فأنتوا محتاجين تنظموا الجهود وما تضيعوهاش في حاجة ملوش لازمة كمان ما تهملوش أي عارض صحي تشعروا به في يوم الاثنين والثلاث مهم كمان في يوم الاثنين والثلاث أنكم تشتغلوا بعيد عن الأضواء تشتغلوا في صمت ما تعلنوش خطاتكم ما تتكلموش عن أخباركم ولا عن خطاتكم وبعيدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم أما يوم الجمعة فاللي هو آخر يوم في الأسبوع حيكون الأمر في المنزل التاني وده بيخلي تركيزكم أقل فمهم جدا أنكم تاخدوا بالكم عشان ما تقعوش في أي أخطاء في الشغل أو أخطاء في حساباتكم في الفلوس ففي الشغل مهم أنكم ترجعوا كويس كل خطوة أنتم بتعملوها عشان تتفادوا أي أخطاء يعني أي خطوة قبل ما تتنفذ رجعوها عشان تتفادوا لقوة في أخطاء وكمان في الفلوس رجعوا حساباتكم كويس يوم هو مش مناسب لبيع أو لشراء يعني أو للتصرع في بيع أو شراء حاجات مهمة فرجعوا كويس حساباتكم علشان ما يحصلش أي خسائر كمان عشان ما يحصلش خسائر وبما أنه ما فيش التركيز ما هواش كبير ممكن حاجة تضيع منكم أو حاجة تتكسر فتاخدوا بالكم ترجعوا كويس حاجتكم عشان ما تنسوش حاجة ما تضيعوش حاجة رجعوا كويس يعني تأنوا في حركتكم عشان ما فيش حاجة تقع تتكسر منكم ده بسبب أنه ما فيش تركيز كبير في يوم الجمعة اللي هو آخر يوم في الأسبوع لو أخدتوا بالكم من كل النصايح اللي قلناها في يوم الاتنين والتلاتة والجمعة إن شاء الله الأسبوع كله هيكون حل وكل أسبوع وإنتوا طيبين ترجمة نانسي قنقر